بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبنائي وبناتي أبناء التعليم الفني أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة إن شاء الله هنشتغل النهاردة مادة تكنولوجيا التبريد للصف الثاني تخصف تبريد وتكييف هنكمل الدروس السابقة كانت بتتكلم على الفواقع في المواسير هنكمل النهاردة إن شاء الله باقي الدروس المادة كنا قلنا نهاية الحلقة المرة اللي فاتت كاب بتتكلم على الفواقع في المواسير الفواقع في المواسير كنا خدنا فيها الفواقع الأساسية وديت اللي كان بيتم تحددها عن طريق نوع الصرايان إذا كان مثلا صرايان مستمر ودي الفواقع الأساسية دي كاب بتحدث نتيجة احتكاك جزيئات السائل مع بعضها أما إذا كانت في نوع الصرايان المضطرب الفواقع دي بتحدث نتيجة الاحتكاك ما بين جزيئات السائل وجدران المواسير النهاردة إن شاء الله هناخد الفواقع السنوية ودي الجزيئة الجديدة اللي احنا هنكملها النهاردة مع خواص مركبات التبريد أو خرائط خواص مركبات التبريد الفواقع السنوية لو جينا بصينا على القوانين بتاعتها بتقول إن أنا عندي الفواقع دي بتحدث نتيجة الاحتكاك ما بين جزيئات السائل وجدران المواسير على حسب إذا كانت دخول أو خروج أو من كتر أكبر لكتر أصغر وهنشوف الكلام دو معانا على القوانين اللي معي الفواقع السنوية بيقول معي إن أنا عندي الجزيئة الأولى فيها بتحدث نتيجة دخول المائع إلى المصورة زي ما احنا شايفين القانون الأولاني في الفواقع السنوية اللي هو فقد نتيجة دخول المائع إلى المصورة وبيكون زي ما احنا شايفين دلوقتي إن كتر المصورة قدامي هوت وعندي سرعة السائل دخلة اللي هي السي الكتر ثابت إذن الفاقد اللي هو الاتش فيه الضغط أو الفاقد داخل المصورة دي القانون بتاعه اللي هنعوض به اللي هو ال H بتساوي نص في C تربيع على 2 في G C اللي هي السرعة طبعا بالمتر على الثانية تربيع على 2 في عجلة الجزرية اللي هي بتسعة 81 من 100 متر على الثانية تربيع يطلع الوحدة بتاعة الفواقد بتاعتي بالمتر طيب لو انا هجيب الفواقد السنوية نتيجة خروج الماء من المصورة يبقى الحالة الاولى لما يكون يستائل داخل المصورة يبقى القانون بتاعك اللي هو ال H بتساوي النص في C تربيع على 2 في G وطبعا الوحدة بتاعته سابتة سواء اذا كان في الدخول او في الخروج طيب لو في الخروج بقى يبقى الفواقد نتيجة خروج الماء من المصورة يبقى زي ما احنا شايفين الماء هيطلع من المصورة يبقى القانون بتاعه يبقى ال H بتساوي C تربيع على 2 في G وبرضو الوحدة زي ما احنا قلنا عليها بالمتر يبقى الفاقد نتيجة الخروج القانون بتاعه ال H بتساوي C تربيع على 2 في G طيب لو احنا عندنا بقى هنبص في حالة تالتة لو عندي مصورة صغيرة هيطلع منها السائل على مصورة اكبر يبقى انا في الحالة دي هيبقى في سرعتين اتنين السرعة الاولى اللي هي في المصورة الديقة والسرعة التانية هتبقى في المصورة الاوسع يبقى لو هنجيب الفاقد في الحالة دي هيبقى عبارة عن ايه يبقى ال H بتساوي C1 تربيع C1 ناقص C2 لكل تربيع بمعنى ان انا عندي السرعة السائل في المصورة الديقة ناقص سرعة السائل في المصورة الاكبر او سرعة السائل عند الدخول ناقص سرعة السائل عند الخروج تمام الكل تربيع على 2 في G اللي هي 2 في عجلة الجاذبية ويطلع قانون الفاقد في الحالة دي برضو الوحدة بتاعته بالمتر طيب لو انا هشوف حالة تالتة بقى او رابعة بيكون فاقد نتيجة التديق الفجائي يعني انا عندي كنا في الحالة اللي قبل كده كنا بنقول من مصورة دايقة لمصورة اوسع طيب لو هيعكسها بقى تبقى من مصورة اوسع لمصورة دايقة يبقى انا هجيب الفاقد ازاي الفاقد في الحالة دي هتبقى ال H بتساوي ال K في C تربيع على 2 G يبقى انا دلوقتي يا مستر انت قلت ان انا عندي فيه سرعة في الدخول وسرعة في الخروج طب انا دلوقتي عوضت بقاني س منهم هتبقى دي س سرعة المتوسطة للاتنين اللي هي عبارة عن ايه الس بتساوي الس 2 زائد س 3 الس 2 زائد س 3 أو الس الدخول زائد س الخروج على 2 يبقى ده المتوسط بتاع السرعة اللي انا هعوض بيه في القانون ده يبقى انا ال H في الحالة دي لما يكون هيبقى نتيجة ال D الفجائي في المصورة يبقى انا هعوض بالقانون الWE الاتش بتساوي الكي في سي تربيع اللي هي المتوسط زي ما احنا قلنا عليها السرعة المتوسطة اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن سي 2 زي سي 3 على 2 وبعد كده بعود في القانون بتاعي اللي هو 2 على الجي اللي هي في عجلة الجاذبية 2 في عجلة الجاذبية بتسعة واحد وتمانين يطلع قانون الاتش بتاعي بالمتر طيب السابت دوت يا مصر بتساوي ايه السابت دوت سابت معي برقم بعدد سابت اللي هو كان 375 من الف 375 من الف يبقى انا تاني الجزئية ديت لو انا مصورة او السائل هيمشي من مصورة اوسع للمصورة اديا يبقى انا في سرعتين تمام السرعة اللي هي في المصورة الوسعة تمام والسرعة اللي في المصورة الديا هاجيبي المتوسط ما بينهم اللي هي تبقى السي بتساوي سي 2 زي سي 3 او سي في الدخول زي سي الخروج على 2 يطلع لبسي بعوض عنها في قانون الفقد اللي هو الاتش بتساوي الكي والسابت بتاعي ب375 من الف في السي تربيع على 2 في جي يطلع الواحدة بتاعتي بالمتر طيب الحالة اللي بعد كده لو انا هجيب الفاقد السنوي نتيجة الانحناء في المصورة يعني انا عندي السائل او المائع هيتحرك في المصورة فيها الانحناء تمام زي ما احنا شايفين الشكل معايا كده يبقى انا عندي السرعة بتتغير لا يا مصدر ده هي السرعة سابتة يبقى انا عندي السرعة مفيش ولا في سواء في حالة الدخول او في حالة الخروج هي سرعة واحدة تمام يبقى انا عندي القانون بتاعي هيبقى الاتش بتساوي الكي في السي تربيع على اتنين في جي الوحدة بتاعتك بالمتر طيب والكي زي ما احنا قلنا بعوض عنها بتلتمية خمسة وسبعين من ايه من الالف تمام طيب لو انا دلوقتي جيت بقى اخد مثال بيقول لي مثال مصورة افقية كترها عشرين سنتي مصورة افقية كترها عشرين سنتي تتسع فجأة خبالك عشان لما تيجي تنفس في المثال اقرأ المثال قويسي الاول يبقى انا كانت مصورة ديقة وبعد كده وسعت الى كتر كام تلاتين سنتي ثم تضييق فجأة رجع الديق التاني الى كتر خمستاشر سنتي اذا كان معدل التضفق الحجمي لصرايان المائع فيها متين لتر على الثانية اوجد الفاقد نتيجة الاتساع الفجائي والفاقد نتيجة الديق الفجائي يبقى انا في الحالة دي هقدر اقول ان انا عندي في مصورة ديقة بعد كده مصورة واسعة بعد كده مصورة ديقة تمام زي ما احنا شايفين دلوقتي الشكل هو مصورة ديقة ودي هيبقى فيها سي واحد يبقى اذا في مصورة ديقة هتروح على مصورة اوسع يبقى انا في فقد نتيجة الاتساع تمام وييجي من مصورة اوسع لمصورة اديق يبقى انا هيبقى في فقد نتيجة الايه هيبقى فقد نتيجة الدي يبقى انا لو قلي اوجد الفقد نتيجة الاتساع هيبقى اتش واحد والفقد نتيجة الدي هتبقى اله ايه اتنين وكل المصورة لها كتر يبقى انا عندي الدي واحد قال لي بكام بعشرين تعال اجيب الداتا يبقى الداتا بتاعتك ادي واحد بعشرين عشرين ايه؟ عشرين سنت نرجع تاني الموضوع الواحدة بتاعتي قلت لازم اعمل عملية تحويل والتحويلة فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ كنا قلنا قانون سهل كده مستر بنحطه جنب التحويل قلنا الكبير بيعمل ايه؟ لو افتكر كده معايا كنا بنقول الكبير هو اللي بيضرب اما لما يجي احول من الصغير للكبير بعمل ايه؟ بقسم يبقى انا عندي في التحويل بتاعي قلت انا عندي هحول من الكبير للصغير بضرب لان معروف ان الكبير بيضرب طيب لو هحول من الصغير للكبير يبقى الصغير مش هيعرف يضرب الكبير يبقى في الحالة دي هقسم يا مستر تمام يبقى انت لسه فاكر معايا قانون التحويل اهو يبقى أنا دلوقتي السنطي أكبر ولا المتر أنا أحول من السنطي للمتر طبعا المتر أكبر يبقى أحول مصغير لكبير يبقى أنا هقسم طيب المتر في كم سنطي في 100 يبقى أنا هقسم على 100 يبقى دي واحد 20 سنطي هحولها للمتر يبقى أقسم على 100 يبقى 20 على 100 تطلع ب2 من 10 متر تمام بيقولي تتسع فجأة إذا كان الكطر الثاني كان اللي هو الأكبر 30 سنطي الكطر الثاني كان 30 سنطي يبقى أنا دلوقتي في الحالة دي أحول 30 برضو أقسمها على 100 يبقى 3 من 10 متر تمام طيب ثم تدي فجأة إلى 15 سنطي يبقى الكطر رقم 3 دي 3 بتساوي 15 سنطي متر هحولها كمان ليه للمتر يبقى أنا هقسم على 100 يبقى 15 من 100 متر بيقولي إذا كان معدل التضفق بتاعي اللي هو الكيو بتساوي كان بتساوي 200 لتر على الثانية هقسمها هحول من اللتر للمتر مقعب يبقى أنا دلوقتي هقسم على 1000 يبقى 200 على 1000 تطلع ب2 من 10 متر مقعب على الثاني تمام طب أنا دلوقتي يا مصدر هعوض في القوانين النهين انت هتجيب دلوقتي ال H1 وهتجيب ال H2 ال H1 دي مصورة ديقة وراح على واسعة يبقى أنت دلوقتي هتعود في قانون ال H1 اللي تساعد الفجائي طيب ما أنت لازمك تجيبي C الأول C1 وال C2 وال C3 ال C1 هجيبها منين من عنده القطر واحد تبقى ال C1 بتساوي بتساوي ايه؟ أنا عندي قانون معدل التضفق اللي هو بيقول أن القيو بتساوي ال A في ال C تمام؟ معدل التضفق بيساوي ال Q بتساوي ال A في ال C يبقى أنا عندي ال C1 هجيبها عنده القطر الأولاني طيب يبقى أنا عندي ال Q على A1 اللي هي مساحة المصورة الأولانية وطبعا عارفين أن المساحة عبارة عام باي على أربعة في ال D تربية طيب عوض بقى عشان تجيبي C1 يبقى C1 هتساوي Q على A1 تمام؟ بتساوي ال Q كام أنا جبتها ب2 من ايه؟ من عشرة على باي على أربعة في دي تربيع الدين نهين اللي هي دي واحد يا مصر اللي هي كام ب2 من عشرة متر يبقى تربية هتساوي طلعت ال C الأولانية اللي هي ال C واحد بكام بستة و 366 متر على الثانية طيب هجيبي C2 بنفس الطريقة تبقى C2 بس عنده القطر التاني هتبقى C2 بتساوي ال Q على A2 ال Q كام ب2 من عشرة على ال A2 اللي هي ال B على أربعة في دي تنين بكام ب3 من عشرة تربية هتطلع ال C ب2 و 83 من 100 متر على الثانية بعد كده هجيبي ايه؟ هجيبي ال C تلاتة ال C تلاتة اللي هي عبارة عن Q على ال A3 اللي هي 2 من عشرة على باي على أربعة فيه 15 من 100 تربية بتساوي 11 من كام؟ 11 و 32 من 100 متر على الثانية بعد ما جبت ال C عوض بقى في قانون ال H يبقى انت في الحالة دي هتيجي بقى في قانون ال H هتيجي المصورة الأولانية ال H1 هيبقى حساب الفقد نتيجة الاتساع الفجاء القانون بتاعه بيقول ايه؟ بيقول ان ال H بتساوي C1-C2 لكل تربيع على 2 G تمام؟ ده القانون اللي هو بتاع الاتساع الفجاء ال H بتساوي او الفقد نتيجة الاتساع الفجائي بتساوي C1-C2 تربيع على 2 G تمام؟ يبقى انا هعوض C1 بكم؟ C1 ب366 من 1000 ناقص C2 ب2 و 83 من 100 الكل تربيع على 2 في 9 و 81 يطلع الفقد نتيجة الاتساع بكم؟ ب637 متر 637 من 1000 متر تمام؟ طيب بعد كده هجيب ال H2 ال H2 متفقين اللي هي بيبقى نتيجة ايه؟ دي فجائي يبقى انا ثانيا او اتنين حساب الفقد نتيجة دي الفجائي اللي هي هنا كده يبقى ال H2 القانون بتاعها كان بيقول ايه مصدر بيقول ان انا عندي هجيب ال C المتوسطة الاول اللي هي عبارة عن C2 للدخول و C الخروج على 2 عشان اجيب ال C المتوسطة بتاعتها وبعد كده عوض في قانون ال H ال H بتساوي ال K في ال C تربيع على 2 في ال G تمام؟ يبقى انا ال C دي هي عبارة عن المتوسطة اللي هي C تمام؟ بتساوي C2 زائد C3 على 2 اللي هي بتساوي C2 كنا جايبينها بـ 82 من 100 زائد C3 كنا جايبينها بـ 11 و 3 من 10 أو 32 من 100 على 2 يطلع C بكام بـ 7 و 75 من 1000 متر على السنة يبقى عوض بها على طول في قانون الفقد نتيجة ال D اللي هو ال H بتساوي ال K وهو سابق بـ 375 من 1000 في C اللي انا طلعتها دلوقتي بـ 7 و 75 من 1000 على 2 في G اللي هي بـ 9 و 81 يطلع الفواكت بتاعي بـ كام بـ 135 من 100 متر تمام؟ يبقى احنا عندنا كده قدرنا نطلع الجزئية بتاعة الفواكت السنوية نتيجة الاتساعي الفجائي أو الدي الفجائي بالقانون بتاعه طيب لو هناخد جزئية جديدة كمان النهاردة معايا اللي هي نتكلم فيها على طاقة المائع وفي منها النوع الأولاني اللي هي الطاقة المتحركة وطاقة الوضع طيب تعال الأول السائل بنقول له طاقة هيدروليكية تنقسم إلى أول حاجة واحد اللي هي الطاقة الحركة اللي هي كيناتيك انيرجي تمام؟ اختصارها اللي هي الكي ايه يبقى طاقة الحركة طب هي ايه طاقة الحركة دي مصدر؟ بيقول لي هي الطاقة اللي هي يمتلكها السائل نتيجة حركته الطاقة اللي بيمتلكها السائل نتيجة ايه؟ حركته الرمز بتاعها اللي هو الكي ايه ماشي الكناتيك انيرجي اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي السي تربيع على اتنين في الجي ووحدتها اللي هو بالمتر الكيلو جرام متر على الكيلو جرام ليكويد كيلو جرام يروح مع الكيلو جرام يبقى وحدتها بالايه؟ بالمتر تمام؟ طيب السي عارفين اللي هي عبارة عن السرعة ووحدتها بالمتر على الثانية وي جي اللي هي عجلة الجاذبية ووحدتها بتساوي تسعة واحد وتمانين متر على الثانية تربية تمام يبقى أنا عندي طاقة الماء أو طاقة الحرقة للماء للكيناتك نيرجي هي عبارة عن الطاقة اللي امتلكها السائل نتيجة حرقته في كل دقيقة من الدقاية والقانون بتاعها بنعوض عنه اللي هو بيرمز له بالرمز كي اي الكي اي بتساوي سي تربية على اتنين في الجي اللي هي وحدتها بالمتر طيب السي قلنا اللي هي عبارة عن سرعة المائع ووحدتها بالمتر على الثانية اما الجي اللي هي عجلة الجاذبية بتسعة واحد وتمانين متر على الثانية تربية بعد كده طيب الطاقة اللي بعد كده وهي طاقة الوضع طاقة الوضع اللي هي عبارة عن الطاقة اللي بيمتلكها السائل نتيجة وضعه وده بيبقى ناتج وضع المائع بيبقى اسمها طاقة الوضع تمام وبتبقى جاية مباشرة ملهاش قانون معايا بيقول لي اننا نتيجة وضع السائل دوت بيبقى له طاقة لها قيمة هو بتدهالك بيعود بها على طول طيب طاقة الضغط اللي هي البرشار انيرجي طاقة الوضع قلنا اللي هي الطاقة الناتجة عن السائل نتيجة ايه وضعه وده يهت القيمة بتاعتها خب بالك بملهاش قانون عشان ما تيه ماتهش يبقى بيبقى بيجي لك القيمة بتاعتها مباشرة وبتعاوض عنها في المسألة ملهاش قانون طيب يبقى السيطوئيشن انيرجي ده يهت اللي هي طاقة الوضع ودي بيديني القيمة بتاعتها بتعوض عنها مباشرة طيب البرشرينيرجي او طاقة الضغط وديت بيبقى هي عبارة عن الطاقة اللي بيمتلكها السائل نتيجة وضعه طيب القانون بتاعه اللي هي عبارة عن البي اي بتساوي البي اللي هو الضغط على الامجا اللي هي الوزن النوعي الوزن النوعي وحدته بالنيوتن على المتر مكعب اللي هو عبارة عن حاصل الرو في الجي تمام وطبعا احنا عارفين الرو اللي هي الكسافة و جي عجلة الجاذبية طيب هنا البي هي عبارة عن الضغط وحدته بالنيوتن على المتر مربع طيب لو هتحول من الكيلو جرام للنيوتن بتضرب في عجلة الجاذبية خب بالك دلوقتي عشان التحويله بي دي برضو هتلاقيها معاك في المسائل يبقى الضغط عندك وحدته بالنيوتن على المتر مربع لو هتحول من الكيلو جرام على المتر مربع للنيوتن على المتر مربع او من الكيلو جرام للنيوتن بتضرب في كام؟ بتضرب في 9.81 من مية طيب تعالى ندخل على الطاقة الكلية عشان ناخد مثال عليها الطاقة الكلية عبارة مجموعة طاقة الحركة الليه المائع وطاقة الوضع وطاقة الليه الضغط عبارة عن مجموعة الطاقة النتجة عن الليه المائع الليه طاقة الحركة وطاقة الوضع وطاقة الليه الضغط يبقى الرمز التاعها ايه بتساوي سي تربيع على 2 في الجي زائد البي على الامجة اللي هم جا طبعاً اللي هي الوزن النوعي وبحاصل ضرب الروف الجي زائد الزد اللي هو عبارة عن طاقة الإيه الوضع وفي الحالة دي برضو هتبقى الطاقة الكلية هي عبارة عن مجموعة طاقة الحركة وطاقة الوضع ووحدتها بالإيه بالمتر برضو تمام الرفع الكل اللي السائل اللي هو الـ H هيتساوي الإيه برضو تمام يبقى الـ H بتساوي الإيه ووحدته بالإيه بالمتر أوف ليكويد ماشي تمام طيب بعد كده بناخد المثال المثال بيقول إيه بيقول ماء ينسى بداخل المسورة كترها 15 سنتي تحت ضغط مقاس مقداره 7 كيلو جرام على سنتيمتر مربع يبقى أنا عندي كتر المسورة بتاعي كام 15 سنتي الضغط المقاس بتاعها بتاع انسياب السائل داخل المسورة المية دي بيكان بـ 7 كيلو جرام على سنتيمتر مربع وسرعة متوسطة يبقى سرعة المية دي داخل المسورة كام 3 متر على السانية احسب الرافع الكلي عاوز الـ H تمام أو الـ E متساوية مش هتختلف كتبتها E ماشي كتبتها H مش هتفرق مع إهمال الاحتكاك إذا كان يبقى أنا عندي الـ HF مهملة إذا كانت المسورة على ارتفاع هو بص بقى معايا مدهلك مباشرة هو يبقى دي طاقة الوضع دي الطاقة اللي بيحصل عليها السائل نتيجة وضعه الارتفاع كام 12 متر فوق خط المقارنة من مستوى سطح الـ E البح يبقى أنا عندي ارتفاع السائل دوت أو المية من فوق سطح البح بكام بـ 12 متر يبقى أنا هنقوله الحل الداتا الـ D بيكان بـ 15 سنتي الضغط الأولاني الـ B بتساوي 7 كيلو جرام على سنتيمتر مربع طيب أنت ممكن تحولها ليه من الكيلو جرام لنيوتل ومن السنتيمتر تحولها للايه للمتر عنا نشوفها دلوقتي طيب السي بـ 3 متر على الثاني الـ H هو المطلوب أو الـ E زي ما احنا قلنا الكلية أو الرافع الكلية ومديني الزد بتاعتي بـ 12 متر طيب يبقى نقوله الحل في الحالة دي القانون بتاعي اللي هو الـ H هتساوي سيتر B على 2G اللي هي طاقة الحركة زائد طاقة الضغط اللي هي الـ B على الأمجة زائد طاقة الوضع اللي هي الزد تمام طيب تعالوا طلع الـ B الأول الـ B عشان أحولها من الكيلو جرام للنيوتل بضرب بضرب فيه بضرب في 9 و 81 طيب عشان أحول من السنطي للمتر قلت بأسم يعني من الصغير للكبير هاس طب أنا دلوقتي دي مقسومة تمام؟ دي ايه مقسومة يعني كيلو جرام على السنطي متر يبقى أنا هاسم كمان للايه السنطي على 100 يبقى مقام المقام يطلع بس يبقى أنت في الحالة دي هتقول 7 في 9 و 81 في 10 قصة أربعة ماشي أو 10 تلاف يبقى أنا عندي كم 68 و 67 من 100 في 10 قصة أربعة هتطلع الوهدة بتاعتك بكم بنيوتن على المتر مربع يبقى أنت لما تيجي تحول الضغط من الكيلو جرام على السنطي متر مربع بتضرب في 9 و 81 وتضرب في 10 قصة أربعة مباشر كده على طول تمام؟ يبقى الضغط بتساوي كم نيوتن على المتر مربع تمام؟ طيب الامجة اللي هي الو هتساوي أو الامجة بتساوي الرو في الجي الرو طب أنا عندي كسافة الماء بكام؟ بيقولني أن أنا عندي كسافة المية بألف سابتة معي يبقى أنت من غير ما يقولك هو ادهالك في المسألة؟ لا بس أنا عندي من الجداول بيقولني أن كسافة الماء بتبقى سابتة بألف يبقى عوض عنها بألف على طول يبقى الرو بألف في الجي اللي هي بـ 9 و 81 يطلع عندي كيمة الامجة بتساوي 9800 نيوتن على المتر مكعب يبقى أنا جبت الضغط وجبت الامجة يبقى أنا خلاص دي موجودة ودي موجودة وأنا طلعت دي ودي يبقى عوض في قانون الـ H يبقى الـ H بتساوي C تربيع بكام من الدهالي؟ من الدهالي بتلاتة تمام؟ متر عد ثانية خبالك لو الدهالك بحاجة غير كده بتحولها تمام؟ يبقى أنا عندي وحدة السرعة بالمتر عدثانية يبقى عوضت عنها مباشر بتلاتة تربية على اتنين في عجلة الجذبية تسعة واحد وتمانين زائد الضغط اللي أنا طلعته بكام طلع بـ 68 و 67 من مية في عشرة أسة أربعة تمام؟ فيه على الأمجة اللي هي بكام بتسعة تلاف وتمانمية زائد بجمع عليها كمان طاقة الوضع اللي هي بـ 12 يطلع قيمة الـ H بتاعته بكام؟ تطلع بـ 82.5 متر بـ 82.5 متر تمام؟ يبقى أنا المهم معايا فيه المسألة دي إن أنا عرفت القانون تمام؟ عرفت القانون بتعود بكل جزئية عندك بقيمتها والمهم معايا زي ما احنا قلنا قبل كده الوحدات يبقى أنت لو حضرتك هفص القانون وعرف الوحدة هتعود صح وبنيا عليه هتبدأ تخش على المسألة بتاعتك وتحل يطلع معاك الناتج مظبوط طيب الجزئية اللي بعد كده بناخدها اللي هي معادلة حفظ الطاقة للمواقع التشغيل القابلة للانضغوات اللي هي اسمها معادلة برنولي معادلة برنولي دي اللي هي معادلة حفظ الطاقة بتقول إيه؟ هي صيغة رياضية صيغة إيه؟ رياضية مناسبة للتطبيق على مبدأ بين نقطتين بين أي نقطتين على مصار سرايال السائل من نقطة ابتدائية لنقطة نهائية بمعنى إن أنا عندي فيه صرايال السائل داخل المصورة هتطبع معادلة برنولي من ما بين نقطتين ما بين النقطة واحد والنقطة ايه؟ اتنين فبالتالي أنا عندي المصورة ديت هيبقى لها ارتفاع من الدخول وارتفاع من الخروج هقدر أعوض معادلة برنولي وبيقولني إن أنا عندي بفرض إن ليس هناك أي فوقت احتكاك بتكون مجموعة الطاقات التلاتة اللي هي الضغط والوضع والحركة إيه؟ سابتة للماء وفي الحالة ديت الزد بتساوي إيه؟ زد أو معادلة برنولي بتقول إن الزد زائد سيتر بي على 2 جي زائد البي على الأومجا بتساوي كونستانت بمعنى إن أنا عندي معادلة برنولي بتكون المجموعة الطاقات متساوية عند الدخول وعند الخروج يبقى سابتة يبقى الزد عندي في الحالة دي هتساوي إيه؟ هتساوي زد واحد زائد سي تربية زي واحد تربية على 2 جي زائد بي على الأومجا بتساوي زد 2 زائد سي 2 تربية على 2 جي زائد بي 2 على الأومجا يبقى دي معادلة برنولي قلنا معادلة برنولي اللي هي مجموعة الطاقات الدخلة بتساوي مجموعة الطاقات الخارجة اللي هي مجموعة طاقة الوضع زائد طاقة الحركة زائد طاقة الضغط بتساوي او كونستانت يبقى انا عندي المجموعة الداخل بتساوي مجموعة ايه الخارج يبقى زد واحد زد C1 على 2G زد B على الامجا بتساوي زد 2 زد C2 على 2G زد طبعا C2 تربيع زد B2 على الامجا تمام طيب لو انا دلوقتي اخد في معدل برنولي احسب معاها الفقد كمان او الطاقة المفقودة اثناء الصرايان من النقطة 1 ل 2 والدهالي يبقى انا هضيفها كمان معايا يبقى ال HF هضيفها على معدل برنولي اللي هي مجموعة الطاقة الداخلة بتساوي مجموعة الدهقة الخارجة زد الفقد اثناء الايه الصرايان من النقطة 1 والنقطة 2 وده هيدهولي بعوض عنه ايه مباشر تمام طيب مثال مصورة يتغير قطرها من 10 سنتي عنده قطاع يرتفع 5 متر يبقى انا دلوقتي المنصورة قطرها بيتغير من 10 سنتي تمام القطر الاولاني دي 1 ب10 سنتي عنده قطاع يرتفع يبقى زد 1 ب5 متر على خط المقارنة الى 25 سنتي بقى ده القطر التاني عنده قطاع بيرتفع 15 متر يبقى ده زد 2 عن خط المقارنة باهمال المفقيد احسب يبقى انا عند ال HF مهملة يبقى مش هتلاقيها في القانون مش هنعوض عنها في القانون احسب مقدار الضغط عنده القطاع الثاني عاوز ال B2 اذا علمت ان الضغط الماء عنده القطاع الاول كام يبقى ال B1 ب5 كيلو جرام على سنتي متر مربع وسرعة الانسياب عنده نفس القطاع ب2 متر على الايه الثانية يبقى انا عندي عاوز الشكل معايا هو القطاع الاولاني في المصورة اللي هي قطر 10 سنتي بارتفاع الزد 1 خمسة متر ودي القطاع الثاني بكتر 25 سنتي بارتفاع 15 من على سطح البحر بارتفاع 15 متر من على خط المقارنة ويهمال المفقيد ال HF هنهمالها تمام عاوز الضغط عنده النقطة التانية يعني عاوز ال B2 هنا تمام اذا علمت ان الضغط الاولاني اللي هي ال B1 بالدهالي بكام بخمسة كيلو جرام على سنتي متر مربع ومدينه C1 بكام بثنين متر على السانية تمام يبقى دي واحد بعشرة سنتي زد واحد بخمسة متر ال D2 بخمسة وعشرين سنتي زد 2 بخمسة متر عاوز ال B2 و ال B1 مدهالي بخمسة كيلو جرام على سنتي متر مربع و C1 بكام بثنين متر على السنية طيب بنعود بقى في المعادلة دي اللي هي معادلة بقاء الطاقة اللي هي الطاقة الدخلة بتساوي الطاقة الخارج اللي هي C1 تربية على 2G زائد B1 على الأمجة زائد Z بتساوي C2 تربية على 2G زائد B2 على الأمجة زائد Z2 طبعا هو طالب ايه طالب الضغط في الحالة دي في الحالة التانية تمام طيب انا عندي الضغط الاولين هيحوله للنيوتن على المتر مربع زي ما احنا قلنا بنضربه في 9 و 81 و 10 و 8 يبقى انا اخيرا الضغط عندي بخمسة اضربه في 9 و 81 في 10 و 8 و 10 تلاف يطلع بالنيوتن على المتر ايه مربع تمام طيب ايه الأمجة 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 عارفينها ان انا عندي هنجيب الرو في الجي اللي هي سائل هو من مية هيبقى الروم بتاعته بألف يبقى الف في 9 و 81 يبقى 9,210 نيوتن على المتر مكعب تمام طيب انا دلوقتي عندي قطر اولاني هطلع منه ايه هطلع منه بنقول ان انا عندي ايه واحد في السي واحد بتساوي ايه اثنين سي اثنين انا عاوز اجيب السي اثنين لان هي دي مش موجودة عشان اعوض عنها في قانون بقاء الطاق ماشي طب هجيبها ازاي مش احنا قلنا الطاقة الداخلة بتساوي الطاقة الخارجة يبقى انا عندي القانون يبقى الكيوه الداخلة بتساوي الكيوه الخارجة طب الكيوه بتساوي ايه يا مصدر بتساوي الايه في السي تمام طيب يبقى انا عندي الايه واحد في السي واحد بتساوي ايه اثنين سي اثنين إيه اللي معلوم هنا؟ معلوم عندي A1 لأنه هو ديني D1 أجيبها منها والC1 معلوم والA2، مديني D2 أجيب منها A2 إيه اللي مجهول هنا؟ هيبقى سي 2 يبقى أنا دلوقتي أعوض بقيمة A1 اللي هي boy ماشي على 4 في D1 تربيع اللي هي ب10 على 100 عشان أحاولها من الصنطي للمتر تمام؟ تربيع على 4 اللي هي تطلع بكم؟ ب78.000 متر مربعة دي الايه واحد طيب الايه 2 نفس الشيء هعود باي على 4 في الديه تربية يبقى باي على 4 في الديه تربية اللي هي الديه 25 سنطي تمام احولها للمتر بقسم عالمية الكل تربيع يطلع بكام؟ 49 من ايه من 1000 متر مرابل يبقى انا جبت ايه واحد وجبت ايه 2 يبقى في الحالة دي يا مصطر هعود في القانون دوت اطلع السي 2 يبقى السي 2 هتطلع هنا بتساوي المضروف فيها يروح مقسوم اللي هو ايه ايه 2 يبقى هقول ان معادلة السي 2 بتساوي ايه 1 فيه السي 1 على ايه 2 اللي هي بتساوي بتساوي كام بتساوي 78 من 10 تلاف تمام في السي 1 اللي هي باتنين على الايه 2 اللي انا لسه مطلعها ب49 من الف تطلع قيمة السي 2 بكام ب318 متر على الثانية طيب بعد ما جبت السي 2 هعود في قانون بقاء الطاقة او معادلة برنولي يبقى انا كل القانون دلوقتي كل المعطيات فيها هتبقى ايه او كل الرمص فيها هتبقى متاحة ومعايا وموجودة معادلة بي 2 ودي اللي طالبها تمام يبقى انا دلوقتي اعود بنقول السي 1 تربيع اللي هي ب2 تربيع على 2 في تسعة واحد وتمانين زائد البي واحد اللي هي انا مطلعها ب94 ونص او خمسة من مية فيه عشرة قصة اربعة على تسعة تلاف تنمية وعشرة تمام اللي هي على الامجة زائد زد واحد بخمسة اللي هي بتساوي طاقة الخارج عند السي 2 سي 2 طلعتها ب318 بعود عنها تربيع على اتنين في تسعة واحد وتمانين تمام زائد البي اللي هي مطلوبة تمام على الامجة الامجة احنا قلنا سائل هيبقى الف في تسعة واحد وتمانين يبقى بتسعة تلاف تنمية وعشرة زائد الزد 2 اللي هو قال لي بكام بخمسةاش يبقى انا اطلع في الحالة دية البي 2 بكام بنيوتن على المتر مكعب تمام طيب لو انا بقى دلوقتي قلت عندي احولها من النيوتن قلت احول من الكيلو جرام للنيوتن بضرب في ايه في تسعة واحد وتمانين طيب لو احول من النيوتن للكيلو جرام هاسم على تسعة واحد وايه وتمانين يبقى انا عندي الوحدة بتاعتي هتطلع بكيلو جرام على المتر مربع طيب لو احول من المتر مربع ليه سنتيمتر مربع يبقى انا هضرب في 10 قص 4 يطلع الناتج معيه ب4 و2 من 100 كيلو جرام على سنتيمتر مربع تمام طيب الجزئية الجديدة اللي انا اخدها بقى كمان النهاردة وهي خرائط خواص مركبات التبريد وامثل عليها الخرائط دي بنقول ان انا عندي لكل مركب تبريد خرائط خاصة والخرائط دي بنقدر نحدد منها خواص مركبات التبريد طيب من ضمن الخرائط دي اول حاجة اللي هي خريطة البي اتش او الانسالبي والضغط ماشي البرشر والانسالبي طيب الخريطة دي بنعرفها ازاي الخريطة دي اللي بتوضح الخواص بتاع مركب التبريد يعني كل مركب التبريد اللي هو الفريونات اللي احنا بنتعامل بيها مع اجهزة التبريد والتكييف دي كل نوع فريون له خريطة معينة بقدر اطلع من عليها خواص مركب التبريد طيب خواص مركب التبريد دي مستر راح تطلع عاملين من على خريطة الضغط والانصلبي أو البي اتش طب تعالوا بقى نشوف الخريطة دية بتقولي والمعطيات اللي عليها اللي هي خرائط خواص مركبات التبريد بيقولي لكل مركب تبريد خريطة معينة الخريطة دية عبارة يتم تمثيلها بإحداثي الضغط وهو الإحداثي الرأسي وإحداثي الإنصلبي وهو الإحداثي الأفكي ويتم الفصل ما بين مناطق الخريطة بمنحنة اسمه منحنة التشبع بمنحنة اسمه منحنة التشبع اللي هو احنا شايفينه معنا باللول الأحمر ده طيب منحنة التشبع ده بيفصل ما بين حالات مركب التبريد على خريطة الضغط والانصلبي لأن مركب التبريد بيبقى له حالات الحالة الأولى وهي حالة خارج أو يمين منحنة التشبع وهي بيكون حالة مركب التبريد في المنطقة دي بيبقى عبارة عن غاز محمص بيبقى عبارة عن ايه غاز محمص يعني صفاته او مواصفاته بيبقى ضغطه ودرجة حرارته عالي طيب لو عندي تحت المنحنة يبقى مركب التبريد لو موجود تحت المنحنة التشبه بيبقى عبارة عن خليط ما بين غاز وسائل طيب مركب التبريد لو على يمين المنحنة بيبقى عبارة عن سائل ودي اسمها منطقة التبريد الدوني تمام منطقة السائل او منطقة التبريد الدوني زي ما احنا شايفين برضو هنا بنقول ان ده اسمه منحنة التشبه ماشي وبيكون تحت حالة مركب التبريد تحت المنحنة عبارة عن خليط ما بين غاز وبخار ما بين بخار وسائل اللي هي منطقة البخار الرطب تمام اما على يمين منحنة التشبه اللي هي منطقة التحميص وبيكون حالة مركب التبريد في الجزء دوة عبارة عن بخار محمص طيب في يمين المنحنة التشبه اللي هي منطقة التبريد الدوني وبيكون حالة مركب التبريد بيكون سائلة يبقى احنا لو اتكلمنا على خواص مركبات التبريد بنتكلم على خريطة الضغط والانصلبي خريطة الضغط والانصلبي ديت بتمثل بمنحنة تشبه ومنحنة تشبه ده اللي بيفصل ما بين حالات مركب التبريد على خريطة الضغط والانصلبي وبيكون مكونة من ثلاث مناطق اللي هي منطقة الغاز المحمص وبيكون في يمين منحنة تشبه وبيكون درجة حرارة مركب التبريد أو صورته بيتبقى حالته ضغطه ودرجة حرارته عالية وبيكون بخار أما تحت منحنة التشبع بيبقى خليط ما بين السائل والبخار وبيكون دي اسمها منطقة البخار الراتب أما من ناحية اليمين من ناحية المنحنة من ناحية اليمين وهي منطقة السائل أو منطقة التبريد الدنيا وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده لو هنمشي على المنحنة في ناحية اليمين زيادة في درجة الحرارة ناحية الشمال انقاص في درجة الحرارة يعني التبريد شمال التدفئة ناحية اليمين تمام يبقى انا حضرتك دلوقتي لما تيجي تربط درجة الحرارة او جاستك كيف المفروض ان هو هيقوم بعملية تدفئة هيزود درجة الحرارة يقوم بعملية ايه تدفئة يبقى انا عندي بخار مركب التبريد هيبقى في حالة التحميص يبقى حالة التدفئة ماشي طيب لو انا هعمل عملية تبريد ان التبريد شمال يبقى انا عندي على المنحنة هلاقي في ناحية شمال المنحنة هو عملية التبريد طب أسهل المنحنة بيكون عبارة عن خليط ما بين السائل والبخار طيب لو شفنا معايا كمان أنواع أو مكونات خرائط البي اتش بتتكون من إيه بقى الخريطة دي الخريطة عشان أطلع الخواص من عليها بنعرف كل خط بيمثل بإيه بنقول الخط الأولاني هو خط ثبوت الضغط خط الأولاني هو خط ثبوت الضغط مش احنا قلنا الإحداث دوت بتاع الضغط يبقى أنا أطلع من عليه إيريات الضغط تمام خط ثبوت الضغط هي عبارة عن خطوط الأفقية الخطوط الأفقية اللي هي موازية لخط الإنصلبي أو لإحداث الإنصلبي يبقى أنت حضرتك لما تجيب كلمة الضغط هتجيبها من على إحداث الضغط اللي هو الخط الرأسي طب خطوط ثبوت الضغط اللي هي الخطوط الأفقية اللي هي موازية لخط الإنصلبي تمام طيب خطوط طب وحدة اللي الضغط بإيه مستر وحدة الضغط إما بتلاقيها بالبار أو بالميجا بسكالي يعني خرايط بتلاقي فيها وحدة الضغط بالبار أو بالميجا بسكال يبقى احنا قلنا خطوط ثبوت الضغط بتمثل بخطوط أفقية وموازية لخطوط الإنسالبي وبينجيب إحداثياتها من على الخط الرأسي اللي هو إحداثي للضغط طيب خطوط ثبوت الإنسالبي خطوط ثبوت الإنسالبي دي وهي خطوط بتمثل بخط رأسي تمام او موازي لاحداث الضغط ماشي وبينجيب اليراية بتاعتها وقرائتها منين من على الخط الافقي اللي هو احداث الانصالبي يبقى انا عندي كل الخطوط اللي وقفتي رأسية بطلع من عليها دي اسمها خطوط ثبوت الانصالبي طيب الخطوط الافقية هي خطوط ثبوت الضغط تمام طيب ايه تاني من مقونات الخريطة او من خواص مركب التبريد دوت خطوط ثبوت الانتروبيا اللي هي الاس خطوط ثبوت الانتروبيا ووحدته بالكيلو جول على الكيلو جرام كيلفن وبتبقى خطوط مائلة على خط الانصالبي زي ما احنا شايفينها كده يبقى اده منحنة التشبه اي خط مائل عليه يبقى ده مائل على خط الانصالبي موجود في الخريطة يبقى ده خط ايه ثبوت الانتروبيا ووحدته بالكيلو جول على الكيلو جرام كيلفن حضرتك لما تيجي تبص على الخريطة هتلاقي هو ممكن ما يكونش كاتب الاس لا هو يبقى كاتب الوحدة يبقى أنت تعرف وحدة الانتروبيا ماشي وحدتها بالكيلوجول على الكيلوجروم هتلاقي الرقم بتاعها مكتوب ووحدته يبقى أنت تعرف أن الخط الميل دوت على الانسالبي تمام هو خط ثبوت الانتروبيا طيب بعد كده بنلاقي خطوط ثبوت درجة الحرارة بص معايا كده في خطوط ثبوت درجة الحرارة ووحدته بالدرجة المقاوية وحدته بالإيه بالدرجة المقاوية طيب لو بصيت عليه هنا في المنحنة دوت هلاقي خطوط ثبوت درجة الحرارة مش طلعة بخط ثابت لا ده لها اتجاه معين في حتة ولها اتجاه تاني في حتة تانية ولها اتجاه تالت في حتة تالت اللي هما ملاطق حالة مركب التبريد اللي هي منطقة التحميص ومنطقة الخليط ومنطقة التبريد تمام طيب يبقى أنا عندي في منطقة التبريد الدوني بيكون خطوط ثبوت درجة الحرارة عبارة عن خط رأسي عبارة عن خط اه؟ رأسي يبقى أنا عندك تي هنا بتسوي كونستان يبقى أنت حضرتك عاوز تجيب درجة الحرارة في منطقة السائل بيكون عبارة عن خط بيمثل بخط رأسي طيب لو هتجيبه أسفل منحنى التشبه يبقى خطوط سبوط درجة الحرارة أسفل منحنى التشبه تكون خطوط أفكية موازية للخط الانصالبي أو إحداث الانصالبي طيب لو هتجيبه في منطقة التحميص أو منطقة الغاز المحمص هتكون ثبوت درجة الحرارة أو خطوط ثبوت درجة الحرارة مائلة على الإنسالبي زي ما احنا شايفينها في الشكل اللي قدامي كده يبقى ده خطوط ثبوت درجة الحرارة بيكون تمثل بخط رأسي في منطقة السائل وخط أفكية أسفل المنحنة وخطوط مائلة على الإنسالبي في منطقة التحميص تمام بعد كده كمان الجزئية اللي بعد كده وهي خطوط ثبوت الحجم النوع خطوط ثبوت اللي هي الحجم النوعي أو الكسافة اللي هي مقلوب الحجم النوعي بتبقى خطوط برضو زي ما احنا شايفينها كده مائلة على الإنسالبي ماشي بتبقى مائلة على خط الـH تمام ودي اسمها خطوط الحجم النوعي ووحدته بالمتر مقعب على الكيلو جرام أو خطوط ثبوت برضو الكسافة اللي هي مقلوب الحجم النوع اللي هي واحد على الـV تمام اللي هي وحدتها بالكيلو جرام على المتر تمام يبقى هي وحدة موجودة عندي بالمتر مقعب او كيلو جرام اللي هي وحدة الحجم النوعي او بالليتر على الكيلو جرام لو انا هجيب مقلوبها اللي هي الكسافة هتبقى بالكيلو جرام على المتر مقعب تمام طيب بعد كده كمان بلاقي معامل الجفاف وده مهم معايا كمان بيقول لي هو عبارة عن ايه معامل الجفاف هو عبارة عن نسبك من بخار مركب التبريد الى الكتلة الكلية لمركب التبريد اسفل منحنة التشبه يبقى معامل الجفاف بتساوي كتلة بخار مركب التبريد على الكتلة الكلية لمركب الايه التبريد طيب معامل الجفاف ده هو بيتحدد فين على منحنة التشبه زي ما احنا شايفين كده بيبقى له منطقة اللي هي اسفل المنحنة اللي هي الاكس بيرمز له بالرمز اكس الـ X أسفل المنحنة هتساوي إيه هتساوي على المنحنة من ناحية اليمين في ناحية السائل بتساوي صفر ماشي زي ما أنا شايف كده في ناحية اليمين الـ X بتساوي صفر تمام ومن ناحية أسف من ناحية الشمال الـ X بتساوي إيه صفر في ناحية السائل من ناحية اليمين الـ X هتساوي واحد تمام طيب أسفل المنحنة هتكون أقل من الصفر ماشي وأقل من الواحد يبقى من المنحنة من هنا هتبقى الاكس بتساوي اكبر من الصفر من هنا في الجزء ده الاكس هتساوي هتساوي ايه هتساوي صفر او هتكون اكبر منه ماشي وبرضه كمان هتبقى اصغر من الواحد تحت المنحنة يبقى لو انا هجيبي الاكس تحت المنحنة مش هتزيد عن الواحد ومش هتقلنا عن الصفر بمعنى صح يبقى انا الاكس او معامل الجفاف لو هجيبه اسفل المنحنة هيبقى ايه هيبقى اقل من الصفر واقل من الواحد طيب لو انا هشوف معايا خرائط تانية من خرائط مركبات التبريد زي ما احنا قلنا اللي هي خريطة هنشتغل عليها اللي هي الار 134 مركب التبريد اللي هو في الريون صديق البيئة اللي هو 134 ده واللي احنا بنستخدمه في دوائر التبريد بتاعتي له خريطة الخريطة ديت يا مصدر زي ما احنا قلنا دلوقتي هيكون عليها خواص مركب التبريد اللي هو ال 134 اقدر اطلع من هنا خطوط الضغط او كراءات الضغط ومن هنا اطلع كراءات الانسالبي الخطوط اللي هي رأسية هنا خطوط ثبوت درجة الحرارة اللي هي في ناحية السائل اسفل المنحنة برضو خطوط ثبوت درجة الحرارة ميلة هنا في منطقة التحميس برضو خطوط ثبوت درجة الحرارة الخطوط المائلة هتبقى خطوط الانتروبيا وخطوط مائلة بزيادة شوية هي خطوط الحجم النوعي تمام يبقى احنا دلوقتي قدرنا نشوف شكل الخريط معايا كمان هتلاقي بعض الخواص الموجودة اللي قر 12 زي ما احنا شايفين ادي الخريطة الضغط بتاعها والانسالبي وهذه منحنة التشبه خطوط ثبوت درجة الحرارة معمولة باللول الاحمر خطوط ثبوت الحجم النوعي والانتروبيا ماشي وخطوط ادي الانتروبيا تمام وحدتها اللي هي الاس بالكيلو جول على الكيلو جرام كيلفين خطوط الحجم النوعي بالمتر مقعب على الكيلو جرام اللي هي مائلة بزيادة ماشي تمام وخطوط ثبوت درجة الحرارة هنا بتبقى رأسية وهنا افقية وهنا اللي هي باللول الاحمر كمان هنلاقي انواع تانية من الخرائط اللي هي R22 انا عندي انواع كتير من مركبات التبريد فكل مركب تبريد له خواصة معينة الخواصة دي بنلاقيها على خريطة البي اتش زي ما احنا شايفين دلوقتي تمام دي الخرائط اللي انا بشتغل عليها عندي في التخصص دي R717 وعندي كمان R134 هي دي شكل الخريطة بتاعتي تمام طيب لو هنيجي بقى بعد كده ناخد امثلة وتطبيقات على الخرائط المثال الاولاني وده هنلاقيه عندنا في الكتاب بتاعنا مركب تبريد R11 هيبه هو حديد لنوع الفريون R11 حالته سائل مشبع الـ X بتساوي ايه؟ صفر احنا قلنا الـ X اللي هو معامل الجفاف في ناحية السائل بتبقى بايه؟ على المنحنة بيبقى بصفر في ناحية الغاز المحمص في ناحية اليمين بيبقى بواحد اتخرج بره لا هو انا عندي الـ X تحت المنحنة بتبقى واعة ما بين الصفر وما بين الواحد تبقى اكبر من الصفر واقل من ايه؟ من الواحد يبقى انا عندي حالة السائل في الحالة دي هتبقى حالة سائل مشبع عند درجة حرارة كام؟ درجة الحرارة 20 درجة مقوية تم خانه اديبيتاكيا بسبوط الانصالبي اي تم امراره خلال سمام درجة حرارته 0 درجة مقوية باستخدام خريطة مركب التبريد اوجد خواص مركب التبريد اللي هي الضغط والانصالب عند النقطة واحد عاوز الخواص عند النقطة واحد الضغط هو معامل الجفاف لمركب التبريد بعد الخان مع التغيير الذي يحدث لحالة مركب التبريد اذا كان مركب التبريد مشبع عند درجة حرارة 50 درجة مقوية يبقى الحالة الاولى دلوقتي هو بيقول لي بيتم خان مركب التبريد بسبوط الانصالب طيب النقطة واحد كان عندي درجة الحرارة بكام كان بعشرين قد النقطة واحد بجيب درجة الحرارة عشرين بحددها على الخريطة معاي تمام اهو وقلت قلت ان انا عندي الاكس بايه بصفر يبقى وعها هنا على المنحنة لو قال لي الاكس بواحد يبقى تبقى وعها هنا تمام طيب الاكس بصفر يبقى وعها هنا عند درجة حرارة كام عند عشرين درجة مقوي يبقى قد النقطة واحد اهيه تمام طيب بيقول لي تم خنقها عند درجة حرارة كام عند درجة حرارة 50 طب أنا عاوز ايه الاول عاوز الضغط والانصلبي عند النقطة واحد يبقى انا حددت النقطة واحد عند 20 تقطعها مع خط التشبع جبت النقطة واحد اجي من هنا خط موازي لخطوط الانصلبي اجيب الايه الضغط عاوز كمان الايه الانصلب انزل عمودي اجيب ايه عند النقطة واحد دلوقتي اجيب الايه الانصلبي عند النقطة واحد يبقى انا امشي كده اجيب احداثي الضغط عند النقطة واحد انزل لتحت بخط موازي للضغط ماشي وعمودي على الانصلبي يتقاطع في نقطة النقطة دي يبقى ايه ايه الانصلبي طيب بعد كده عاوز ايه كمان بيقول لي الضغط ومعامل الجفاف لمركب التبريد بعد الخنق عاوزه عند النقطة اتنين اللي ايه 50 درجه مقويه فين 50 بثبوت بثبوت درجه الحراره لا ده مش تثبوت درجه الحراره لقال لي درجه الحراره هتتغير تمام كم 50 درجه مقويه ده بثبوت ايه يا استاذ بثبوت الانصلبي تمام طيب همشي هنا دلوقتي هتبقى الايه الواحد داشه النقطة اتنين ماشي الواحد داشه عند الخمسين درجه مقويه عاوزه للخواص بتاعتها يبقى انا هنزل تحت دلوقتي اجيب النقطة اتنين تمام طيب هنزل ليه خط سابت اللي هو ثبوت الانصلبي عند الصفر درجه مقويه ادي الصفر درجه مقويه هه هيتغير من عشرين الاول عند الصفر هجيب الحال عند واحد واجيب الحال عند اتنين واجيب من عند الخمسين هيحصل عملية اه خنق ماشي بثبوت الانصلبي من واحد داشه لاثنين داشه عند الصفر يعني ينزل من خمسين للصفر يبقى انا هجيب هنا البي عند ال واحد داشه هجيب البي عند اثنين داشه تمام وأجيب الانصلبي الانصلبي هيبقى ثابت الضغط تمام طيب يبقى انا دلوقتي ده بالنسبة للخريطة الاولى اللي هي بنجيب فيها خواص مركب التبريد المثال التاني مركب تبريد R717 حالة بخار مركب التبريد الاكس بتسوي ايه واحد يبقى انا عندي الاكس بالواحد يبقى على منحنة تشبه من ناحية التحميص ان درجة حرارة كان سالب 20 درجة مقوي تم ضغطه بسبوط الانتروبي يبقى الاس بتسوي كونستان الى درجة حرارة 100 درجة مقوي اوجد الانصلبي والضغط والحجم طيب انا عندي ال R717 خبالك ما تجيش تشتغل على خريطة واحدة اعرف مركب التبريد اللي هو بيقولك عليه يبقى انت حضرتك هيكون معاك خرائط مركب التبريد في الامتحان هيجي يقولك R717 يبقى تستخدم خريطة R717 قالك R134A يبقى تستخدم خريطة 134A ما تجيش تستخدملي في المسألة هو بيقولك مركب تبريد امونيا اللي هو R717 تيجي تستخدملي 134 هتطلع نتائي غلط طبعا تمام؟ طيب لان كل مركب تبريد له خواص معينة طيب يبقى انا عندي مركب التبريد بيقولي اللي هو R717 يبقى انا هاخد دلوقتي الخريطة اللي هتعامل معاها او هشتغل عليها وطلع الخواص هي خريطة R717 بيقولي درجة الحرارة حالة بخار البخار كانت محمس يبقى عند الـ X1 يبقى النقطة دي هتبقى هنا عند درجة حرارة سالب 20 درجة مقوي يبقى دي النقطة واحد عند سالب 20 درجة مقوي تمام؟ طيب بيقولي تم ضغطه بثبوت الانتروبيا ثبوت الانتروبيا بتبقى خطوط ميلة على الانصال زي ما احنا شايفينها كده ماشي قد الـ X بتساوي كنستانت ماشي؟ طيب إلى درجة حرارة 100 درجة مقوية يبقى أنا دلوقتي درجة الحرارة هتعل معايا لمدة درجة مقوية يبقى أنا عندي برضو عند الـ X بتساوي 1 علية درجة الحرارة عند 100 درجة مقوية هو طالب ايه؟ عاوز الانصالبي والضغط لمركب التبريد بعد الانضغاط يبقى أنا بعد الانضغاط مركب التبريد عاوز درجة عاوز الضغط يبقى أنا عندي هجيب الضغط هنا عند النقطة 2 ماشي عند النقطة 2 أجي من عند النقطة 2 أخذ إحداثي الضغط من هنا اللي هو خط موازل الإنسالبي وأجي عند الميت درجة موية أجيب البي 2 والحجم النوعي طيب البي 2 أجيب الحجم النوعي هنا عند النقطة 2 هنا جبت النقطة 2 جات هنا مع تقاطع النقطة 1 يبقى أنا أجيب عندها الحجم النوعي تمام اللي هو وحدته بالمتر مقعب على الكيلو جرام يبقى بالشكل دوت قدرت أجيب الضغط والحجم النوعي من على الخريطة يبقى احنا اتعاملنا مع خرائط مركبات التبريد حضرتك هتبدأ تطبق الكلام ده على الخرائط والأمثلة الموجودة في الامتحان وإن شاء الله نعمل مراجع عليها وبنقول أن احنا عندنا الجزئية بتاعة المنهج كلها مقررة زي ما احنا عرفنا وكله هيكون مطبق معاك بأمثلته ابدأ راجع عليها ابدأ راجع على خواص مركبات التبريد لكل خريطة ونفذ الكلام دوت ويكون حلقتنا كده النهاردة بإذن الله انتهت وأتمنى أشوفكم على خير وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة